أهلاً ومرحباً بكم في قناتي درت هذا الصلصة البيضاء بالمضاق نتاع الثومية وسأقول لكم الطريقة والمقادير حيث لا نريد أن الثوم تكون مجهده إذا فنكتره شوية الثوم ولكن إذا كنا نريد أن نقل إذا فنقره زوج منتوسطات يكونوا ماشي كبيراً بالزيف باش ما يكون مجهد بالزيف أعود على حسب المضاق كله وهكذا تكون هذه الصلصة تكون بحل مايونيس وكنا نرافقها مع شوار ماء أو المشويات أو مثلاً إذا نريد أن نقوم بعمر في خبز التورتيجة يكون عمر بالدجاج أو باللحم هكذا تكون مهم سأقول لكم كاس نتاع الناشا وكاس نتاع الماء وكاس نتاع الماء والثوم زوج صغيرات والثوم زوج متوسطات وشوية الملح والثوم زوج الملح والثوم زوج والثوم زوج والثوم زوج نحرك النار متوسطة و مهم حتى تتعقد نحرك المبارد اضف المبارد و من بعد ذلك اضف المعارد نحرك المتوسطل في صندق الوصف نضيف المعارد و من بعد نخلط كم عضوة ومشيدة التوم وتجربة الكهربائي احترقها كЕТ لنضيف الماء اتحنها كيف نضيفها حين ان تصوير التوم وهكذا ان نضيفها كيف تضرب الكهربائية وان امتلك بتخلص الحرات نضيف الماء وهي جيد نصف كهربائي اضعف المقادر نضعف المقادر نصف كاس و كاس المقادر نضعف كاس احتلت لغاية نقوم بحضوك اضعف مقادر و تضعف الى ماء الميونيس اضعف المكادر و تضعف الميونيس و اضعف المدق و تكون مانيس وهكذا تكون بحل مايونيس ونستطيع أن نضيفها على الخبز شوارمة أو ما يريدنا مع المشويات وهكذا يعني على اللحم الشوارمة وهكذا تكون مهم كما قلت لكم إذا كان شي حاجة ننسيتها ونقولها في صندوق الوصف ونضيفنا الزيت قليلا بالمزيد قليلا بالمزيد أدرسوا الزيت احتجوا العربة قليلا بالمزيد ونضيفه الزيت ونضيف الزيت وهكذا تكون